هذا وقد أدرى التلفزيون المصري لقاءاً خاصاً مع دكتور سيد فهمي مدير المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات تم تصميم وإنشاء المجمع طبقاً للمعايير العالمية في مجال الألبان تم تجهيزه بأحدث تقنيات في مجال الإنتاج الحيواني المجمع هنا بيضم خمس مزارع حلاب بطاقة استعبية خمس هلاف بقرة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150 مئتين طن دمان في اليوم بإضافة إلى مزارع رعاية للتربية والتسمين نحن هنا في مزارع 2 هنا كنموزج لأحد المزارع الخمسة المزارع هنا بتضم ألف بقرة حلابة بإضافة لإنتاج بتاعها تقطتهم الإنتاجية للمزارع الواحدة بتصل 30 طن للابة في اليوم المزارع تم مزودة بأحدث تقنيات والأنظمة الآلية سواء في مجال الإنتاج الألبان زي ما حشف من المحلة بالآلية هنا في مجال التخزية في مجال التنظيف في مجال المرأب عن البعد المزارع كلها بكل مزارع مكونة من مبنى أمان حيوي وحظائر الأبكار مزودة بكل سبل الرفاهية وراحة الحيوانة عشقاتية عبر على إنتاجه في مستشفى بيطاري في مستشفى ولادة في منطقة تجهيز علي طبقة لكل نوع وكل سلالة وكل عمرها وإنتاجها المجمع هنا مجمع إنتاج ألبان متخصن في الإنتاج الألبان السلالة الموجودة سلالات لبن متخصصة هي سلالة الفيزن هولوشتاين بالإضافة أننا ننتج هنا كهدفة في رقم واحد هو الإنتاج الكسيف من الألبان 150 و 200 طن لبن في رقم مش بسيط للمجمع الواحد بالإضافة لكده عملية توطين السلالات التحسين الوراسي وتوطين السلالات أننا نتاج الكطعان دي من الإناس بتم إحلالها مكان لأمهات عشان نوطن هذه السلالة وبالتالي الاعتماد على السلال من خارجي